عام مليء بالصراعات يتضلب مزيدا من الحوار والتسامح رسالة وزير الخارجية النمساوي في رمضان حيث وشدد وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شاينبيرغ على أهمية الحوار والتسامح بين الأديان في ظل عالم يزداد زاد الصراعات به وصف شهر رمضان المبارك بأنه فرصة سانحة للتقرب من الله وتعزيز مشاعر الأخوة الإنسانية جاء ذلك على جانب دعوة إفطار رمضاني نظمتها وزارة الخارجية النمساوية بالتعاون مع الهيئة الإسلامية في النمسا حضره 138 شخص معظمهم من الأتراك باعتبار أن الهيئة الإسلامية اليوم هي ذات أغلبية تركية وتمثل الأتراك بشكل أو بآخر حيث يتضاءل التواجد العربي فيها بشكل كبير رغم أنهم كانوا لعدة سنوات يستطيعون الوصول لرئاسة هذه الهيئة الموقرة ولكن تغيير النظام الداخلي في انتخابات الهيئة الإسلامية حالة دون وصول أي شخص عربي وهذا بشكل لا نهائي باعتبار أن الأتراك هما يشكلون أغلبية ساحقة بالنسبة للمهاجرين الموجودين في أوروبا وأغلبية مسلمة فمن المستحيل والصعب أن تستطيع أي جنسية أخرى الوصول الوصول على الأقل بالمدى القريب والمتوسط إلى رئاسة هذه الهيئة وبالتالي مع الأسف تقوم هذه الهيئة بالتقوقع على الحالة التركية ولكن في نفس الوقت يعني في خبر آخر يقول إيرلندا أن نمسا والتشيك تمنعا دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار في غزة حيث قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فردكار أن نمسا وجمهورية التشيك يحولان دون دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار في الحرب بين حماس وإسرائيل يعني هنا السؤال الذي يطرح نفسه يعني من طرف النمسا تستمر في التعنت في وقف إطلاق النار في غزة والعمل على مفاوضات سلام وإلى تهدئة الوضع الحاصل في غزة المستمر من السابع من أكتوبر يقوم مسلمون النمسا كما تشاهدون في الصورة خلفي يعني من طرف الشخصيات اليهودية المؤقرة والشخصيات المسيحية أيضا المؤقرة في هذه الدعوة الرمضانية يقوموا بتلبية هذه الدعوة ولا يحاولون يعني تسجيل موقف ما لربما يقول أننا نحن مستاؤون باعتبار أن من يوجد في فلسطين ومن الأغلبية المسلمة إضافة إلى المسيحية مستاؤون من موقف النمسا هذا المتعنت لوقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي ولا يلبون دعوة من هذا النوع والشيء بالشيء يذكر يعني في 2005 تقريبا يعني أحد الصحف ذكرت أنه في هذا الوقت عندما كانت أمريكا تحتل العراق قبل تسليمها لإيران وكانت تدك البصرة وتدك العديد من المناطق العراقية بكافة أنواع الأسلحة ومختلف أنواع الأسلحة عفوا قام عدد هنا من أيضا المحسوبين على الجاليات المسلمة الهيئات المسلمة الجمعيات الإسلامية أيضا بتلبية دعوة إفطار في السفارة الأمريكية في ذات الوقت الذي تدك به العراق هذا الموضوع أمامكم وإصدني أن أسمع تعليقاتكم وأراءكم بهذا الشأن أكثر